كنا بنكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن مؤتمر المناخ كاب 27 والله تستضيفه شرم الشيخ بمشاركة دولية على كافة المستويات الرسمية والشعبية وكمان المجتمع المدني ده بيتطلب إجراءات كبيرة جدا وخطة تأمين طبية على أعلى مستوى خلينا نتعرف على تفاصيل هذه الخطة من الدكتور محمد عوى التاج الدين مستشار رئيس الجمهوري لشؤون الصحة والوقاية سبع الخير عليك يا دكتور أهلا وسهلا بسبع النهور يا أهلا بحضرتك عايزين نتعرف من حضرتك في البداية عن هذه الخطة إزاي استعدت مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر هو السيدك طبعا بكون فيه عدد كبيرة جدا من الزائرين وانبارح دولة رئيس مجلس الوزراء مع السيد وزير الصحة كانوا بتفقدوا المستشفى الميداني اللي موجود في قاعة المؤتمرات أو جنبها وطبعا فيه مستشفىات إخلاق موجودة شرم الشيخ الدولي ومستشفىات أخرى ريبة فيه عدد ضخم جدا من السيرات الإسعاف عدد كبير جدا من السادة الأطباء والمشافين والطمريض مستعدين لأي احتمالات وتقديم الخدمات الطبية العاجلة أو أي اختيال لأي تدخلات طبية في هذه المطرة طيب يا داقتر طبعا بصبح على حضرتك الأول والأعداد الكبيرة اللي حتكون بإذن الله موجودة في مدينة شرم الشيخ الشهر ده الناس بتكون الآن وخصوصا دلوقتي وإحنا بنتحدث عن كورونا فالإجراءات الوقائية اللي حتتم محلها يتم لقافي لقاحات معينة الناس هتأخذها داخل المؤتمر إيه اللي هيحصل؟ هو سيادتك مسبقا قبل المؤتمر كل الكوادر الطبية والفندقية الموجودة والعاملين في شرم الشيخ تم أطاوم اللقاحات الخاصة بكورونا يعني عدة ألاف من اللقاحات عطيت لكل المشاركين في شرم الشيخ سواء في الأطبية أو عاملين سواء في المطارات أو في المواني أو في الخدمات الفندقية كلهم تم تطايمهم طبعا الإجراءات الوقائية موجودة بخير أي حد يكون عنده أي عراض مرضية سوف يتم العلاجه أو عزله مؤقتا إذا كان فيه عراض تشابه الكورونا أو كانت كورونا بالفعل طيب يعني نحن عملين حسابنا دكتور في غرف عزل طبعا طبعا موجود في كل الاحتمالات موجودة لأي أمراض وبائية أو أمراض عادية أو أي حوادس طريقة أو أي أمراض مفاجأة لأي حد من العدد يعني أنت ساتك لما يكون عندك عدد من الأشخاص في مكان ما بتبقى فيه احتمالية 10% أنه ممكن أي واحد يجيله أي عراض حتى أو أي أمراض مزمنة بيتعالج منها أو أي طوارئ كلها مع ملحسابها بما فيها المستشفات القائمة شرم الشيخ الدولي طبعا مجهزة فيها كل الاستعدادات فيها كل الطوارئ إن برح شفنا المستشفى الميداني مجهزة سواء بغرف العلاج العادية أو غرف دعاية مركزة أو أجهزة التنفس الصناعي أو كل الاحتمالات موجودة للتعامل مع هذا العدد الكبير في هذا الوقت طيب يا راكتور كمان فيه ربط ما بين مستشفى شرم الشيخ الدولي وما بين المستشفى الميداني صح؟ أطبع طبعا فيه ربط واللي خافل التوبية موجودة والفرقة التوبية على الاستعداد سواء فرقة الإسعاف في نهاية الإسعاف المصرية موجودة بأعداد ضخمة سواء اللي موجودة في شرم الشيخ نفسيها أو في المدن اللي حول شرم الشيخ أو عملية النقل الإسعاف سواء من مكان المؤتمر إذ المستشفى الميداني أو المستشفى شرم الشيخ الدولي أو أماكن تلقي العلاج الأخرى سواء في المدينة أو حولها عظيم ده كمان معناه أن كل الأدوية فاندم متوفرة كل المستلزمات الطبية موجودة في هذه المستشفى سواء شرم الشيخ أو المستشفى الميداني التوادر بكارية نمرة واحد الأدوية اللي بتستخدم في كل أنواع الأدوية الأدوية الإسعاف والطوارئ واستلزمات الطبية الخاصة بالأجهزة التي تستخدم في التشخيص والعلاج كلها يعني تعمل عليها تجارب وموجودة ومتوفرة وسواء رهية الإسعاف المصرية أو هيئة الرعاية الصحية أو وزاد صحة أو الطب الوقائي كل موجود خلال عظيم طيب يا راكتور المستشفى الميداني كمان بتعمل بالطاقة النظيفة أعتقد تمشويا يعني مع أهداف مؤتمر المناخ طبعا يعني كله هناك المدينة التي أصبحت مدينة قدراء كل حاجة ممكن استخدامها عن طريق الطاقة النظيفة بيتم استخدامها في هذا الوقت وعن شكناها بناك حاجة حاجة الحقيقة جميلة وإن شاء الله نتمنى في يوم الأيام كل مدن مصر يتبع بهذا عظيم حضرتك كلمت عن العنصر البشري وطبعا هذا بيعتبر أهم عنصر في هذه المنظومة هل نتكلم مع حضرتك عن سيناريوهات حالات الإخلاق الطبي وزي تم تدريب الفرق الطبية والعنصر البشري لسرعة التعامل مع أي أحداث طريقة لقدر الله هو تعامل تجارب ميدانية وتجارب تدريبية سواء نظرية أو عملية للتعامل مع كل حالة على حالة يعني إفرصتك في حالة حد اشتكى من حاجة مؤينة في مكان من مؤتمر بيتعمل سيناريو المين اللي هيشوفه ولما يشوفه يشخص الحالة إيه ثم ينخذ هل هينخذ للعلاج في مكان المكان ووجوده أو محتاجة تنقل لفرقة طبية أو مركز طبي أو محتاجة تنقل إلى مستشفى فكل حاجة حسب افرد يعني الله لأقدر واحد جدوة أزمة قلبية هيشتكي من عراض معينة في حد طبيب هيشوفه هيعمله إجراءات العاجلة وبعدين هيقول الحالة دي فيشتباه أزمة قلبية يبقى عربية الإسعاف أو الطوارئ هتخدم مباشرة إلى المكان اللي ممكن يتلقى فيه العلاج أو يتعامل معه أي تدخل طبي طيب دوكتور كمان الروبوتات الذكية دخلة في مسألة التمريد شوفنا ده يمكن مبارح والتعقيم ومكافحة العدوى ويعني جزء كبير من خدمات المرض هي بتساعد طبعا لكن اللي بيشغلها يحط لها البروجرام هو برضو إنسان ذاكي يعني هي الرؤية الرؤية في يشتغل بناء على تكليف من حد من دينه المعلومات أو يحركوا بخيص يعمل إجراءه معين وتم التدريب على ده من قبل الفرقة الطبية آه طبعا زي مرتاحك مش يشتغل ده واحده لازم حد عنده خبرة يا كيفية التعامل معه يعني كل حدث طبي حضرتك بيبقى له سيناريو معين إيه اللي ممكن تعمل معه لو حصل هذا الحدث سواء الحدث ده حدث فردي أو حدث جماعي أكتر من واحد أو حدث أثر على مجموعة ضخمة كل دي وهتعمل معهم إيه يعني في الحدث دي من الأول هتنقل الحدث الفلانية من الثاني من الثاني من الثالث كل دي سينوريهات الحية ضخمة جداً معمولة واضطربوا عليها بقى لحيدة الشهور مش دلوقتي بس حبيب عظيم طيب الشيء بالشيء يذكر ونحن بتكلم عن المستشفى شرم الشيخ الدولي والتي تحولت إلى مستشفى قدراء وزكية عايزين نتكلم عن وحدة التشخيص والاتصال الطبي عن بعد اللي موجودة في هذه المستشفى سعدتك إفرط حضرتك دي طبعاً قضية مهمة جداً وطبع ست رئيس افتتح مركز مصر الكبير الوطني للتوارئ والتعامل مع التوارئ ودي الحقيقة حدث مهم جداً جداً بحيث إن لو حصل أي طارئ بأي مكان هنتكلم عن الشرم الشيخ وهنتكلم عن المركز الثاني لأن الاتنين حاجة مهمة جداً لمصر في حالة الطوارئ الطبية حضرتك يمكن لا أبالغ عندما أقول إن الثانية اتفق سواء كان حالة حادة مرضية أو حالة حادة حادثة أو حالة حادة إصابة إلى آخر كل واحدة من دول الثاني بتفعلها في الأصل إن السادك في موقع الحادث أو موقع الطارئ أو أجدما ينتقل سئلة الإصحاب بما فيها من ناس خبراء في الموقع الحادث بيشخصوا إيه الحالة الموجودة سواء هي حالة طبية أو جراحية بينقله إلكترونياً إلى مركز الانتصال أو التتابع أو المراقبة إن إحنا عندنا حادة في الحد الفلانية على بعد كذا أو موقعنا كذا عندها الحالة الفلانية أزمة ألبية أو حالة الاتهاب حادثة زيدة الدولية فإذا نجدهاب حد في الزيدة الدولية لتشخيص المبداي أنا محتاج أنقل هذا المريض إلى مكان طبي قد يجرى فيه عمليات جراحية لما لازم يكون مجهز بمكان في العمليات جراحية صحيح إفرز شانتك مكان النقلي ده موجود فيه مكان والجراحين موجودين وأطلت عمليات فاضية ينقر المريض على هذا المكان فور في حالة تانية فيه إصابة لسه في الفحص المبدئي لم يحدد إيه التشخيص أنت بترى تبعث له عن بوت الأشعات أو التحليل أو الداتة الإكلينيكية الموجودة لمركز المرأبة اللي فيه ناس بترعب وعندها خبرة في هذا الاتجاه فبتقول له والله إذا فيه اشتباه يكون الحالة كذا الحالة كذا دي ممكن تكون أزمة قلبي أو ممكن تكون أزمة ربوية ممكن تكون حاجة محتاجة تدخل جراحي أو حد وقع على إيده فبتبعث الإشعات هل الحالة دي فيها كس أو فيها شرق في الجراع ممكن تعالك في مكان الواقع أو ممكن تنقل إلى مكان علاج مبدئي أو محتاجة جبسة مثلا أو تدخل جراحي فمباشرة إلكترونيا أنت بتحدد المكان اللي هينقل فيه هذا المريض يعني ما أخليش المريض أضيع وقت كبير جدا سأبحث له على مكان أو على بيته سأفت دور على مكان كل ده بيكون تم الاتفاق عليه بحيث المريض هاته من حتة الفنانية إلى المكان اللي هيعالك فيه فيه حاجات أكثر ضدقة أو أكثر محتاجة تدخل أكبر إفرد ظلق أقدر حد جاله حاجة في المخ فدي محتاجة تدخل أكثر حاجة في المخ دي ممكن تكون جلطة بعد الشرق يعني أنا بس بقول لكم باحتمالات تكون موجودة أو كن يكون نزيف محتاجة بيزر فلازم مركز تخصصي عن طريق عن بعد أو عن طريق الاتصالات اللاسلكية وبعت الإشاعات إلى كده بنبعث للمكان متخصص يقول والله الحتة الفنانية فيها مكان يستعوب هذا المريض وفيها طبيع متخصص في جراحة المخ والعصاب يقدر يتدخل مع هذا المريض احنا عندنا 36 تخصص طبي وفيها تخصصات فرعية وكل واحد بالخبراء موجودين في حدة معينة عن طريق الاتصال الاتصال أو ما يسمى الاتصال عن بعد أو الشبكة المرابة والمتابعة نقدر نوجه المريض وعلى فكرة الأسعاف كده يعني شبكة الأسعاف دلوقتي بتتوجه للمكان اللي فيه مكان فاضي أولا ويمكن يعالج هذه الحاجة فيه أماكن فيها رعايات مركزة الذي محتاجة أن المريض ده يقلش رعاية مركزة ويبقى أنها ودي مكان فيه خدمة الرعايات المركزة المتخصصة لعلاج هذه الحاجة طيب دكتور يعني فرصة أنه مؤتمر المناخ بيؤقت في مصر فرصة كبيرة لمسألة التوعية بأثار التغيرات المناخية لو الناس هتربط ما بين التغيرات المناخية والصحة إيه الأثار السلبية للتغيرات المناخية على صحة الناس شوفي حضرتك إحنا يعني من فترة طويلة جدا دي حاجة مش جديدة وعندنا دراسات موجودة في هذا إحنا عندنا مثلا في جامعة عن شمس فيه مهر البحوث البيئي وفيه في حيثة تالي إحنا عملينا دراسات وقعوا لنا عملنا اجتماعات متعددة من اجتماعات جماعية ومن اجتماعات فيه الأكديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خدنا كل قطاع خد ما تأثير التغيرات المناخية على الصحة هي حاجات كتير جدا وأقول حاجة حاجة كثير من الأوراد اللي موجودة في العالم النهاردة طبعا عارفة أن فيه تعمل كازا مؤتمر للمناخ وكذا مؤتمر لتطبيق توصيات مؤتمرات المناخ والمؤتمر ده بيتعشم توفير التمويل لمؤتمر مصر إن شاء الله الناجح بإذن الله توفير المناخ توفير التمويل توفير القاعدة البيانية أو لتطبيق خازي التوصيات يعني حركة احنا بنسمع مثلا فيضنات شديدة جدا ببعض بنات جنوب شرقاسي فيه مستنقعات وفايدانات في بعض بلاد أفريقيا فتغير المناخ وزيادة حرارة الأرض وزوابان الجديد وهم ينتج عن المناخ وينتج عنه مشاكل صحية كثيرة جدا يعني مثلا مرض الملالية مرض منتشر في أفريقيا نتيجة لوجود الحاجتين التغيرات المناخية المستمرة من ناحية ووجود مستنقعات يبقى جوّد صالح للبعوض من ناحية أخرى حاجة تانية حضرك بنسمع دلوقتي أو يمكن فيه كلام على انتشار مرض الكورورا في بعض البلاد ده ناتج جزء منه عن تغير المناخ جايك كل جزء منه تاني عن الهجرة الداخلية والخارجية عن وجود مستعمرات أو مكان لاحتواء بعض النازحين في عدم وجود المياه الصلاحة وعدم وجود البيئة المناسبة الصحية التي تسمح بالمعيشة الطبعية وعدم انتشار الأمراض تلوث البيئة سواء تلوث الهواء بأسباب كثيرة جدا من ضمن أهم أسباب أمراض الجهاز التنفسي يعني ربو الشعبي السد الرئوية للتهابات الرئوية كل دي ممكن تنتج عن طريق تغير المناخ فإذا ارتفاع دراجة حرارة الأرض وجود تلوث في البيئة وجود أنطار غزيرة أو حرارة شديدة وجود هجرة داخلية أو خارجية كل دي بتؤدي كلها بتؤدي إلى تأثير على الصحة العامة للبلاد أو للعالم كله أو للأشخاص صحيح أنا عندنا كمان دكتور يعني بعد كل الجهود اللي احنا عملناها خلال الفترة اللي فاتت والاستعداد وخط تأمين الطبي عندنا إشادة من الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية عن كل هذه الإجراءات الدكتورة نعيمة طبعا هي معانا ممثل منظمة مصر وصديقة عزيزة وبنعمل سويا كلنا وفكرة اتخال يعني الرعاية الطبية أو الرعاية الصحية في ضمن برامج مؤتمر المناخ هي درسناها كلنا سواء على مستوى مصر كنا أصحاب هذه الاقتراحات وقدمنا البنود اللي ممكن نشارك فيها عشان نبرز للعالم الخبرة المصرية بصفة خاصة والخبرة المنظمة بصفة عامة وخبرة العالم في تأثير المباشر بها وغير المباشر لتغيرات المناخ على الصحة لها نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد دعاوة تاج الدين واستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي